وطبعا القرار إلى الآن لا يمكن أن نتعامل مع القرار بصفة نهائية لأنه لم يوقع القرار ولم أساسا أن ينشر رسميا كقرار نهائي إنما تم استباق الأحداث ما إلا ذلك بناء على تسريبات حق فيما يخص هذا القرار وحدثت الضجة الكبيرة جدا حوله وإلى آخره المبعوث الأممي إذا يذكرنا بالحالة التي كانت فيها قرار تسحب التراخص من البنوك هذا يذكرنا بنفس الحالة التي حصلت في الحديدة عندما كانت القوات الشرعية قاب قوسين على السيطرة من نيلة تدخل المبعوث الأممي وحصل أيضا إيقاف التحركات وإيقاف المعركة وهي نفس الحالة الآن لا ندري أيضا طبعات الموقف بحد ذاته من المبعوث المؤومي هل هناك أطراف دولية وقفت مع هذا الاتقاه لمسألة من خاطبة القيادة الشرعية لإيقاف القرار أو ما إلى ذلك لكن بالنسبة للحوثيين وتصعيدهم الآن فيما يخص ما حدث مؤخرا اتجاه السعودية والأمر لا يتعلق بموضوع القرار بحد ذاته يتعلق بقضية أخرى تتعلق بخارطة الطريق الذي يريدوا مسألة تنفيذها لأنهم وقدوا أنفسهم في حالة وضع ساوي يمكن يؤدي إلى حالة انفقار داخلي لأن كان الناس على موعد من التسليم المرتبات الذي تم الوعد بها من قبل الأشقة وتم أيضا توقف الذهاب إلى تنفيذ الخارطة بسبب ما حدث بالبحر الأحمر وتدخل البحر الأمريكان والبريطانيين في حالة مواقع مباشرة ربما أيضا اتخاذ القرار هذا في الموقف هذا ربما له تأثيرات سلبية على ما حدث لأنه جاء في وقت الذي يدعي الحوثي بمناصرة غزة وما إلى ذلك وبالتالي سيعكس تأثيرات عاطفية في الشارع اليمني بأنه نتاق لموقف الحوثيين وما إلى ذلك تم اتخذ القرار هذا بمحاولة خنق الميليشيات من مصادر أساسية العمر التي كانت تأتي عبر منافذ البنوغة خارجيا وما إلى ذلك طبعا نحن نرى أن المشكلة وقلناها أن التعامل فيما يخص القضايا الاقتصادي يجب أن لا تسيس المواقب وتسيس القرارات حتى لا تؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي وتضاعب من المشكلة الاقتصادية الشرعية يجب أن تستند بالدرجة الأولى على معطيات أساسية فيما يخص اتخاذ قراراتها فيما يخص هذا القانب وغير كيف؟ يعني عندما ذهب الحوثي لضرب مواني تصدير النفط ويقاف تصدير النفط كان الأمر مباح ومهم جدا للشرعية أن تتخذ هذا القرار حينها ويتم التبادل يقاف النفط يعني تسحب الترخص المنوك ونقل البنوك ما إلى ذلك مقابل ما حدث إذا أردت أن الأمور تبقى كما هي علي يجب أن يتوقف عن مسارة يعني ضرب اللسم نفس الحالة عندما تم فتح ميناء الحديدة يعني ميناء الحديدة سحب من الشرعية الكثير من الموارد طيب احتمال أنه هذه الوقت يعني بيعطوه فرص بيحاول أنهم يعني يكشفوا وجه الحوثي أمام المبعوث الأممي لا يحتاج الحوثي لكشفه الحوثي معروف بطبيعته من يوم ما قام بالانقلاب إلى اليوم وهو وضعه يعني صورته هذه الذي يعرف العالم ويعرفهن اليمنين ما إلى ذلك لا نحتاج إلى مثل هذه القرارات حتى نكشف لكن الآن التعامل مع هذا القرار يعني حتى لو حصل يقاف القرار هذا وما إلى ذلك الحوثي لن يوقف تصعيد الموقف الآن مع السعودية لأنه له غاية أخرى ويريد من تحقيق نصر حقيقي فيما يخص الذهاب لا تنفيذ اتفاقة خارطة الطريق لأن خارطة الطريق تعطيله امتيازات وتعطيله مصالح كبيرة جدا وتعطيله أيضا مكاسب كبيرة جدا ومنها مكاسب الشعور بالانتشاو والزهو أنه حقق انتصار حقيقي على التعالف وعلى مقدمتها السعودية هل تفضلت بحديث السلام أنه يتحرك المبعوث الأممي لما كانت القوات على مشارف الحديدة يعني سند المليشيا الحوثية في الحرب العسكرية الآن هذا تعتبر حرب باقتصادية ضد المليشيا ويتحرك بهذه الطريقة معنى أنه أثرت على الحوثيين هذه القرارات صحيح يا أما أنك تتخذ المسألة بإطار حرب حقيقية وفعلية وهذا جزء من مسألة الحرب أما أنك تأخذها انتقائيا وبالتالي تخلق ضرر حقيقي لمنظومة البنوك بعيدا عن تحقيق الضرر المباشر كيف انتقائيا؟ لأن أيضا البنوك إذا توقفت إذا سحبت ترخص مالي هذا انضر كثير من الناس لأن هذه البنوك لست ملكية أصحابها فقط وهي أمودائعة ومتلكاتها تتخص ألاف الناس وعشرة الألاف من الناس ومئة الألاف من الناس الأمر الآخر يعني افترض أنه مع القرار يكون في حلول في حلول وفي ضمانات حقيقية الأمر الآخر لو نفذت القرار الآن وانتقلت البنوك عندك من سيضمن حماية أصول البنوك وحقوق الملاك وحقوق القائمة على البنوك سيقوم الحوثي باتخاذ إكرهات قوية جدا ضد هذه البنوك وعقوبات شديدة جدا وضد أصحابها وسيضع يدع على ممتلكات كل أصحابها سواء المتعلقة بأصول البنوك أو حتى المتعلقة بالملكية الشخصية والحل ما هو في مثل هذه الحالة هذه الحالة يأما وأنك توفر حقيقة وضمانات للناس حتى لا يلحق ومن ضرر من هذا الانتقال أو أنه في الأخير إما وأنك تعلينها حرب حقيقية كشرعية مع الحوثي لمسألة الحسن لماذا حدد المبعث الأممي شهر أغسطس؟ شهر أغسطس أراد أن عنده اعتقادات وعنده نوع من المعلومات الأولية أن حرب غزة ستقف في شهر أغسطس وعندما تقف الحرب في شهر أغسطس ستحل كثير من المشاكل منها قضية ما يحدث في البحر الأحمر ستوقف أعمال البحر الأحمر وأيضا مسألة الدخول إلى التسوية والذهاب إلى تنفيذ خارطة الطريق هكذا يراها المبعوث وأعتقد هذا ما تذهب إلى التقييمات في طبيعة تحديد الموعد بشهر أغسطس ترجمة نانسي قنقر